تقديم على آآ بنك ابو ظبي الاول. بنك ابو ظبي الاول اللي فيكم ما يعرفش هو موجود في دول خليجية كتيرة. الاساس طبعا بتاعه هو الامارات وشريال هنا في مصر. موجود في كزا دولة خليجية. زي ما انتم عارفين هو كان اندماج ما بين آآ بنك الخليجي الاول وناشنال بانك في ابو ظبي اللي هو بنك ابو ظبي الوطني. الاندماج ده عمل البانك ابو ظبي الاول. طيب التقديم عليه في طريقتين. الطريقة الاولى عن طريق الوب سايت الخاص بفاب بنك. طيب دي نقدر نوصل لها ازاي? او عموما خليها مردق بالنسبة لك اا لو حاول توصل لاي بنك الوظائف بتاعته بتقدم عليها ازاي? هيبقى بالطريقة دي. فانه هكتب هنا فاب ايجيبت كاريرز. تمام? جاب لي هنا الوظائف الخاصة ببنك فاب في المواقع الخاصة بالتوظيف. لينكد ان جوب ويب ولينكد ان. طيب احنا ممكن اول ندخل على موقع البانك نشوف الوظائف دي شكلها ايه? تمام ده موقع البانك. طيب انت هنا عايز الوظائف اللي موجودة في ايجيبت. المكان ده الخاص به هنا اللوكيشن وهنا لو انت بتدور باسم وظيفة معينة. طيب هنكتب هنا ايجيبت. نختار ايجيبت هنا ما تصيرش. طيب هو حالين هنا مش جاب اي وظائف في ايجيبت بس هو قبل كده كان بيجيب هنا. طيب لان هو حالين في الفترة الحالية بقاله فترة بينزل الوظائف بتاعته على لينكد ان. فبالنسبة للويب سايت حالين ممكن ما نلاقيش عليه وظائف. حتى انت لو كتبت فاب ايجيبت لو يعني دخلت على البانك بشكل دايريكت. آآ هيفتح معك الويب سايت ده. طبعا هتلاقي بتاعه مختلف شوية غير دي. بس انت عشان تقدر توصل للكاريرز دور في الويب سايت اكيد هتلاقي كاريرز موجودة هنا. كاريرز بيفتح معك دي. بعد كده اكسبلور اور كارانت فيكنسز. فاين جوب اوبرتينيز هير. كويس? هيفتح معك الاسكين تاني. زي ما قلت لكم هنكتب ايجيبت. هو طبعا فاتح الوزائف اللي في الامارات لان هو الاساس بتاعه في الامارات. لو انت حتى حابب تقدم على وزائف الامارات ما فيش مشكلة برضو. يمكن يجي لك فرصة وتروح هناك. فاحنا بنكتب ايجيبت. طيب. الطريقة التانية. الطريقة التانية عن طريق لينكد ان. لو انت كتبت هنا في لينكد ان فاب ايجيبت. للي فيكم ما يعرفش لينكد ان. لينكد ان هو اكبر من اكبر واقع التوظيف اللي موجودة اونلاين. اه شركات وبنوكة عالمية بتنزل وزائف عليه. وبالتالي انت لو حابب توصل لايه مكان كبير ممكن تبدأ بلينكد ان او تستغله في ان انت تلاقي وزيفة عن طريقه. هعمل لكم فيديو ان شاء الله ونفصل بعد كده ازاي تسجل في لينكد ان وازاي تعمل بروفيل محترم. اه تقدر تقدم به في البنوك والشركات. بالمناسبة كمان فاب بنك وبنك الكاهرة بدأوا ينزلوا الوظائف هنا على آآ لينكد ان. بعدوش بينزلوها في يعني بانك الكاهرة كانت تسليم السي في بلايه ده وحاليا نفتح التقديم عن طريق لينكد ان. فاب بنك بيفتح الوظائف هنا برضو. طيب عشان ما اطولش عليكم خلنا نرجع تاني. هنعمل هنا في سيرش فاب ايجيبت سيرش. طيب هو فتح لنا هنا وظائف البنك بشكل عام ده بناء على اللي انا همحدده. طيب احنا هنا عايزين ندخل للبنك نشوف كله الوظائف المتاحة ليه في المنطقة بتاعتنا. انا ممكن ادخل على اي وظيفة او آآ بعد ما ادخل على اي وظيفة اختار فاب ابو زابي ايجيبت. هو هنا فتح لي بنك ابو زابي الاول. تمام بختار من هنا جوبس واي بنك بنفس الشكل ده بنفس الطريقة دي لو انت عملت سيرش هنا لقيت الوظيفة اللي انت عايزة اقدم على طول ما لقيتش الوظيفة اللي انت عايزة هتعمل نفس اللي انا بعمله ده. تدخل على وبعد كده ممكن تكتب هنا ايجيبت. هو في العادي في العادي لو انت ما حدد بتاعتك او اللي انت بتدور في ايجيبت هو هيجيب لك الوظيفة اللي موجودة في ايجيبت. زي ما انت شايفين مسلا الوظيفة دي موجودة ماركتينج اوفيسر. اه دي في مصر. اه دي موجودة في طنطة او اسيوت. اه دي موجودة في القاهرة وكزا. كل دي وظيفة موجودة للبنك. اه دي تقريبا حاجة اي تي. وكزا. كل دي موجودة هتلاقي منها حاجات في مصر وحاجات في الامارات. زي دي مسلا او كل الوظيف دي بس دي دي موجودة في مسكت مسلا عمان. فاحنا ملنشل عقابيها. انت بتبص على الجزء اللي تحت ده وبتشوف ازا كان دي موجودة في ايجيبت او لو هم زاكرين محافظة معينة. بعد ما بتدخل عليها مسلا اه هما بيسهلوا التقديم شوية فانت بتعمل ايزي ابلاي. وتعمل صمت. طبعا بيزهر لك الشكل ده. بحدد من هنا ايجيبت وده رقم تليفون. زير وعشرة وهكزا. وبختار من هنا. في العادي بعمل له من هنا. وبعمل صمت. كده خلاص طيب. في كمان هتلاقوا وظايف لبنك مصر. وشركات كتيرة جدا هتلاقوا هنا اورنج. اللي فيكم ما بتخلش لينكد ان فايته كتير جدا والله. مسلا بنك ابو ظابي الاسلامي الاول اه او عفوا بنك اه ابو ظابي الاسلامي. بينازل كمان الوظايفة الخاصة به هنا. وبنك القاهرة نفس الشيء. وهي كزا انترناشنال فاينانس كروبريشن اللي هو الهيئة العالمية للتموين حاجة زي كده. بس هي ايه حاجة تابع تابع البنك الدولي. مؤسسة من مؤسساته. وهي كزا انت بتقدر تقدم هنا على وظايف دي. وانت لو محدد انت ايجبت هنا او محدد هنا البنوك هيزهر لك في السيرش كل البنوك اللي منزلها وظايف تقريبا او الحاجات اللي ليتل بالبنوك. زي مسلا سيلز اوفيسر. اه اندسترير اند كوميرشال بانك او تشاينا وهكز تقدر تقدم على اي حاجة من الحاجات دي. ده طبعا بناء على اللي انت محددها. طيب. ده بالنسبة لفاب بنك وطريقة التقديم سواء عن طريق الويب سايت الخاص بي. اه من هنا. او عن طريق بندخل لي زي ما قلت لكم اللينك الخاص ببنك. وبنبتدي نختار الجوبس. وبنبتدي اه نقدم على اي وظيفة احنا عايزينها من الوظايف دي. اه طبعا انت لو محدد اساسا في في الوظايفة انت بتظهر عليها باكت بسلا هنا بانك وهنا اي جبت. واعمل سيرش هيزهر لك الحاجات دي. انا عشان ما اختارها بالفعل فهو ازهر لي بالفعل الوظايفة اللي موجودة في البنوك. باك الكاهرة. الاسلامي. ابو ظبي الاسلامي وهكزا. مش هطول عليكم اكتر من كده. لو في اي حد عنده سؤال بخصوص الموضوع ده. اه يقدر يسيب كومنتس. هسيب لكم كمان الرابط والشرح في المدونة تحت الفيديو. تقدروا تشوفوا بقية التفاصيل. وفي نفس الوقت مجرد ما هيكون معايا الماتيريال الخاصة بفاب بانك والاختبار بتاعه شكله عامل ايه. ولو فيه انت كده ازاي تعدم الانترفيو او اي تفاصيل تانية هسيبها لكم برضو في المدونة. اه هتلاقوا كمان على القناة هنا او التشانل دي اه تقديم على بنوك كتير جدا في مصر طريقة التقديم والماتيريال وكل شيء هتلاقوا في المدونة اللي موجودة في الرابط اسفل فيديو. كمان منكن تشوف الكافر والسي في وازاي بيتحملوا كل التفاصيل دي برضو هتلاقى الرابط الخاصة بيهم اسفل فيديو. لو فيه اي سؤال ابعتولي وان شاء الله هرد عليكم. شوفكم الحلقة الجاية.